الليلة حنتكلم عن مشكلة السيفتي نت تاني الواجهتنا في الايامات الفاتحة طبعاً لانه نزل لنا ملف جديد مبارح باصدار جديد هيحل المشكلة بتاعة السيتي بورفاي للحصلة لنا في الايامات الفايدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قبل ما أبدأ الناس اللي محبوا الكلام الكثير وما دارين تفصيل أنزل جيحة الوصف وأقرأ الكلام المتطلبات لتنزل الوحدة لكن بعدين ما تنزلني في التعليقات تقول للجهاز حصل فوق مشكلة الناس اللي رتبوا معين بتفصيل طبعاً الوحدة النزلة الجديدة اللي هو إصدار 2-1-1 طبعاً الناس المتابعين الإصدار نزلناه قبل فترة 2-1-0 الناس المتابعين معي وكان قباله في إصدار 1-1-1 مركزين معي كويس قال لي الإصدار نزلوه مبارح اللي هو بيرجون اللي هو 2-1-1 قال لي فوق إصلاح شامل لمشكلة الستي بروفايل اللي حصلت لي من 2-9-2021 طبعاً بيقى في مشكلة لأنه تحديث خدمات جوجل وكده في أجهزة كتيرة بيقى عندها مشكلة شنو في الخيار الثاني فوق مشكلة كبيرة جداً تاني حاجة قال لي اللي هو المجلس هاي اللي حيتم يخفاءها بعدين الموجودة في الضبط اللي حيتكون ما فيهش في التحليزات المستقبلية بيقيت موجودة في الملف ده اللي هو ملف إصلاح السفتريد بيقيت قاعدة جواه أصلاً تمام؟ يعني موجودة جوا الملف ده ضمنوها جوا نفتح التطبيق عشان نعرف الحاصل شنو أول حاجة عشان نقدر نوضح الفكرة قدر طبعاً عامة هينتا قبل ما تعمل الفحص بتاع السفتينت في حاجة لازم تعمله هتمشي الضبط الخيار بتاع الـ DNS ده لازم تفتح لانت خيار الانترنت لأنه طبعاً فحص السيدي اللي هو السفتينت لازم يكون عن طريق الانترنت وتاني حاجة اللي هو المجلس هاي ده لازم يكون مفاعل يعني خيارين ده لازم يكون مفاعلات وكتعمل اللي هو الفحص بتاع السفتينت قام قال لي ملف إصلاح السفتينت الحالي للنزل ده الخيار بتاع المجلس هاي ده قاعد جواه عشان بعدين وكتتحدث المجلس مستقبلاً الخيار راح يكون ما فيه هو السيقاع جوا الوحدة عشان لو حصل لك بعد كده إشكالات مستقبلية ممكن الملف ده برضو يحللك نفس المشكلة لو حصلت في المستقبل تاني حاجة يقال لي يا سيدي اللي هو الملف ده فوقه إصلاحات برضو للمشكلة بتاع البصمة بتاعت أجهزة ون بلس ون بلس طبعاً فيها مشكلة مع مرات في البصمة بتاعت الشاشة برضو هيحلها لك الموضو ده إذن الملفة اللي هنزل لها السيدي فوقه الخيار بتاع المجلس هاي اللي هيخطفي بعدين وفوقه برضو اللي هو الإصلاح بتاع شنو قل لي بتاع البصمة بتاعت اللي هو اجهزة اللي هو انت طبعا الخيار اللي هو بتاعة ون بلس وطبعا الاشكالات الحصرة اللي هو من 2 سبتمبر اللي هو شهر تيزعة 2021 كويس نمشي بعد كده نشوف المتطلبات هو بيشتغل على شنو قلي اول حاجة طبعا الملف ده بيشتغل من اندرويد 7 لحد 12 من اندرويد 7 لحد اندرويد 12 المتطلبات شنو عشان ننزلو طبعا هنمشي الاضافات اول حاجة قليا لازم تنزل ليا الاضافة بتاعة المجلس هاي بروبر اولي كلاسي طبعا نجيلها موجودة هنا شايفة الاضافة دي دي لازم انت تنزلها بعد ما نزلتها هنمشي تنزل ليا الاضافة التانية بتعتريره لو متذكرين الناس المتذكرين الناس كويس اضافة تريره دي قليا لازم تبدأ من 2400 وانت طالع يعني اقل اصدار لازم يكون 24 وانت طالع الى فوق يعني ممكن احدث اصدار ما مشكلة لكن من 24 وانت طالع الى فوق الخيارين الى الوحدتين الى لازم يكونوا قاعدات حتى بعد نسبت ليش شنو اللي هو الوحدة بتاعة المجلس هاي طبعا انت احتمشي اختار من الزاكرة هتشوف انت الوحدة خطيها وين طبعا هنديها هنا عندي اللي هو سيفتي نت في اكسل طبعا هتضغط علىها بالجنبه هتتعمل معك صح هتعمل بعد كده اختيار طبعا هتضغط علىها عشان نسبتها طبعا بعد كده هتديك فتح كده شنو هتسبت معك الوحدة بعد كده تعمل عدد تاع التشغيل طواله مباشرة من غير اي مشاكل وضحت الفكرة اذا هاقوم اكرر الكلام ده تاني ما كده شرحت لكن لازم اكرر لك الحياة دي الوحدة دي متطلبات شنو اول حاجة يقريره واللي هو الملف بتاع المجلس هاي بروبر لازم يكون قعدات الوحدتين دي الموجودة حتين تسبت الوحدة التالتة الوحدة دي طبعا هتحلل لك مشكلة الستي بروفايل الحاصلة قلنا من اللي هو من اتنين تزعة الفين واحد وعشرين عشان الناس اللي بيكون طبعا محضرونا وبرضو هايكون فوق ملف المجلس هاي الموجود في الضبط برضو هايكون متضمن لك الكلام ده قاعد وهيحلل لك برضو مشكلة البصمة البتحصل في اجهزة وان بلوس طبعا هقضت الفيديوهات القديمة كلها عشان يكون السلسلة وتابعة معك كده أنا خلصت كلامي لو عندك طبعا اي حاجة ممكن تكتب لي في التعليقات طبعا الملف ده للناس اللي ما اشتغلت معهم الملفات القديمة الملفات القديمة طبعا فينا تقللي في الملفة اللي نزلناه قبل يومين الملف ده ما يشتغل معهم الملف ده ان شاء الله يحل لك المشكلة بتحتك واقول لكم بعد كده لو ما مشترك طبعا اشترك معنا في الغناء والرحب المشتركين الجداد وبرضو بالناس القدام حبايبنا طبعا من زبان وما تنسى طبعا دعمنا انك تعمل شير للفيديو عشان نوصل في كل مواقع التواصل الاجتماعي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته